وأسمع كلام بلسان الخارجية الليبية هتقول يا جماعة الخبر بتاع الخارجية الليبية للناس اللي دايما بتحاول تدعي على الوفاق لست في موقع الدفاع عن الوفاق أو مهاجمة حفتر حفتر مجرم والوفاق حكومة شرعية لكن لست في هذا الموقف أني أدافع أو أتكلم عن طرف ضد طرف لكن أنا أتكلم عن جزئية مهمة جدا النهاردة النظام المصري بيعتبر حكومة الوفاق حكومة إرهابية ومجموعة من الميليشيات أسأل سؤال المصريين المختطفين اللي كانوا في طار هنا واللي كانوا تحت إيد جماعات تتبع لحفتر واللي تمت عملية تدخل عسكري من قبل قوات حكومة الوفاق أفرجت عنهم ورجعتهم مصر فين تذكير العالم بالدور اللي عملته حكومة الوفاق في مهاجمة والقضاء على داعش والجماعات المتطرفة في سرط وغيرها من المناطق في ليبيا فين ده وده اللي بيقوله مش حسام لا اللي بيقوله وزير الخارجية الليبي وقال إيه بقى في الخبر خارجية ليبيا نذكر السيسي بأننا من هزمنا تنظيم الدولة في ليبيا بينما ما زال يعاني هو في سيناء ده دليل على أنه استطاعت هذه الحكومة الشرعية التي امتدت بتأييدها ووقوف الشعب وراها إلى القضاء على هذه الجماعات الإرهابية اللي عملت في سيرتو في باقي المناطق اللي استطاعت بفضل هذه القوات الشعبية التي هي تأييدا وقوة ودعما من أهلنا في ليبيا استطاعوا القضاء على داعش وهذه الجماعات الإرهابية أنت بتصفهم بالإرهاب ادينا دليل على هذا أنت بتصفهم أنهم جماعات إرهابية ادينا دليل على هذا أنا مش جاي في موقف افتفاع لكن أنا ببين الحقائق والمعلومات اللي على لسان وزير الخارجية الليبي وعلى لسان حضراتكم والعالم كله طيب وزير الخارجية أو وزير الداخلية الليبي برضو بيصير نقطة أخرى ولازم يكون في رد عليها بيقول إيه وزير الاعتماد على العملاء يعني فشل السياسة المصرية يقصد حفتر حفتر لم يكن في يوم من الأيام له علاقة بالثورة في ليبيا هو زي وزي غيره جه ركب الترند جه ركب الثورة والنهاردة ارتكب جرائم جرائم قتل تصفية لآلاف من الليبيين وما زال السيسي يدعمه السؤال واضح أنتوا ليه بتدعموا اللي بيقتل ليه بتدعموا اللي بيدمر الدولة وقعدوا مع كل الأطراف وقعدوا مع ده وقعدوا مع ده وقعدوا مع ده وحلوا ليه دايما تستخدموا الخيار العسكري ليه العقلية المصرية في كل الملفات في مصر في سينة في غيرها من المناطق عندك التفكير العسكري تستخدم السلاح وتقتل في الناس ليه ما فيش خيار التنمية ليه ما نبدأش نعمل تنمية ليه ما نبدأش نعمل إعادة تعمير في ليبيا ليه ما نبدأش نتواصل مع إخواننا في ليبيا ونفتح علاقات لأنه القرار مش قرار مصري القرار قرار من فوق من إمارات من إسرائيل من أي دولة ده القرار مصري ليست صاحبة القرار الأول والأخير في أي ملف في المنطقة ترجمة نانسي قنقر